يمكن في الفصل القصير ده تواصل معانا الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة والمشرف على قطاع المسابقات في الاتحاد والحقيقة أفض في بعض الشرح لمشكلة الانسحابات اللي حصلة دلوقت فكرة تغيير الليحة أثناء الموسم طبعا أنا متفاهم أن ده قانونا ما ينفعش حتى لو الأندية عندها الرغبة ده يبقى قبل بداية الموسم الليحة اللي الموسم بدأ بيها قانونا لازم أن ينتهي بيها عشان كده هو قال إن احنا لغينا فكرة المواجهات المباشرة وروحنا على طول بعد النقاط لفرق الأهداف هو متفاهم إنه فيه حالات انسحابات كتيرة الوجهة النظر اللي شوية عملية إنه اللي بينسحب قدام القالي بينسحب قدام مسار مثلا أو توت اللي هي الفرقة الكبيرة بعيد يقول إنه كده المسألة اكوال أو متكافأة شوية ولو ما انسحبش طيب افرض ما انسحبش مسار أو توت هيكسبه كتير طيب ما الفرصة متاحة الوادي الدجلة أو غيره من الأندية ممكن تنافس طبعا احنا متفاهمين إنه رقم واحد دي لعبة جديدة نشاط جديد للكرة القدم دخول الأهل والزمال الكافرة الشعبية خلت اللعبة نفسها أنس بط والدور بتاعها متابع فبقيت المسألة محل اهتمام المشكلة الجديدة فيه ما يخص مرفق الإسعاف هم قالوا إنه النادي اللي تتأخر عربية الإسعاف بتاعته لو قدم الإيصال بتاع أنه حجز العربية من مرفق الإسعاف لو قدم إيصال الدفع مع مرفق الإسعاف تعاد المباراة طب النادي التاني زنبه إيه؟ النادي التاني اللي هيضطر بعد ما لعبته عسكره في مكان أو سافره أو 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 تعاد المباراة بالإيصال هنا يخلينا باشموندس قضية الإسعاف في الملاعب لأنه أنا متأكد دي أزمة هذا الموسم بالذات مع التشدد في إنه ما فيش مباراة الحكم هيصفر إلا في التعليمات اللي طلعت عربية الإسعاف تكون موجودة فيها جهاز نعاش القلب الرئوي مشحون يعني يتأكدوا أنه كمان بيشتغل ودي ما عرفش عملياً اختصاص مين أكيد باختصاص الفريق الطب هنا وهنا ورقم ثلاثة لازم أن يبقى فيه مصعف والإسعاف جاهزة للحركة يعني فكرة أن عربية مركونة مش هتشتغل أو مش هتتحرك اشتراطات الفنية للعربية وللإسعافات اللي فيها شرط لبدء المباراة طيب أنت بعيداً بقى عن مصابقات السيدات وأن اللي لازم أنفجرت بممناسبة مصابقات السيدات أما مسألة أنه ممكن يسحب قدام نفس النديين ده مش مؤكد وخلي بالك لو فيه هبوط وصعود المشكلة هتبقى أصعب لأخطر وفيها تلاعب لكن أنت بتتكلم على اشتراطات صعبة جداً والاتحاد ملزم أن يأخدها نتيجة تكرار ظهرت يعني اللي ما بنحبهاش ولا نتمنى لأحد أن اللعبة بتفقد حياتها دون الأخذ بالأسباب في إسعافهم لأن العمر بيد الله في الآخر يعني ممكن تعمل كل ده وأسبق قضاء الله كل الإرادات ولكن بتبقى عملت اللي عليك فالنهار ده الخطورة مش سيبك بقى من السيدات ده بشكل عام في كل مصابقات خاصة في الدرجات الأقل يعني يبدو على الدور الممتاز بقى انزل بقى تحت شوية لما كانت تقل سواء في هندية المحافظات أو مسابقات أقل أنت مش هتنقذ الممتاز ونسيب المحترفين أو الدرجة التانية أو التالتة هتبقى اشتراطات عامة وهي اشتراطات عامة ومهمة أنا رأيي أن يعهد الأمر إلى اتحاد الكرة وتخصم المصروفات من نادي المنظم كده مصروفات الفريق الضيف مصروفات الإسعاف احنا الوقت قضية بنحل المشكلة الإسعاف عشان نضمن وانت بتعمل طاقم التحكيم بتاع بتتفي مع هيئة الإسعاف بتدي لها الجدول وبتقول لها مصروفاتكو ايه واحدين تلاتة اربعة وتفرض على الأندية بحيث ان ما يبقاش فيه نادي ده قراره ده أول اقضي على المشكلة من منباحها طيب رحمة الله على إلهة كفر الشيخ اللي وفاته المنية لما سقط فيه مباراة لفرقته في الدرجة التانية أو التالتة ده نقل للمستشفى وتوفاه الله الف رحمة ونور عليه وأنا يعني أعتقد أنه فيه مبادرات كتيرة من أندية الدور الممتاز في التكافل الاجتماعي مع أسرته هنا المشكلة بس الخاصة بيه توفير الإسعاف والمسعفين في المتشاط احنا بنتكلم وأنا سمعت المداخلات الكتيرة لكل الأطباء المسؤولين بما فيهم الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية أو المشرف العام على اللجانة الطبية الرياضية والأستاذ محمد الشازي المتحدث الرسمي باسم وزارة شباب الرياضة الكل هنا بيتكلم على ما فيش ماتش هيتلعب لا في الناشئين ولا في الدرجة التانية ولا الرابعة ولا في مراكز الشباب بدون وجود عربية الإسعاف الأندية الغلابة بدأت ما عندهاش فرصة أو إمكانيات حتى تتكلموا كده ما عندناش إمكانيات ندفع ألف جنيه كل ماتش لعربية إسعاف فبدأت الناس تتحايل إنه تجيبوا عربية نقل الموت ويكتبوا عليها بأزرق إسعاف وحالات أخرى اكتشفوا إن العربية فاضية لا فيها لا جهاز ولا مسعف بس تحطها دي كورو أو شاكل ده اللي بقولهولة لغاية الحكم يبدأ المباراة هنا الاشتراطات اللي قالتها إدارة المسابقات في الرابطة فيها فقرة أخيرة أنا في رأيي إن ده الحل لأنه إحنا مش بنتكلم على الكورة بس ماتشات الكورة اللي بتتلعب أباش موندس في السنة في كل الدرجات والأعمار تصل من 10 إلى 15 ألف مباراة فانت مش هتلاقي مرفق إسعاف يغطي هذا العدد الكبير ثانيا مراكز الشباب الفقيرة هتعمل إيه في الفلوس دي رقم ثلاثة وحنا الخطر بس اللي لعبته الكورة ما انت عندك في السلة والطائرة والألعاب النزال وكل المنافسات مؤكد إن الخطر موجود البند اللي أشاروا إليه في الآخر كنا تكلمنا فيه باقتراح قبل كده طب هو أنت لو لقيت عربية ممكن ما تلاقيش الطريق سالك وممكن ما توصلش للمستشفى بسهولة لا تصل للملعب تبقى مجهزة كل ملعب يتلعب فيه مطش أوضة بس يتحط فيها جهاز إنعاش قلب رأوي والدكتور حزر الخميس قال ده كله باربعين ألف ويبقى فيه مصعف أو فيه طبيب طوارئ متخصص على فجأة بس عايزة أقولك حاجة أنا معرفش ماتش بتاعين بيبقى تلعب على بيترسفورت ولا كان بتلعب فين إذا كان في بيترسفورت أنا لما كنت هناك لا ده فيه مركز طبي قوي جدا 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 في الإستاذ ده إذن بدل ما نتكلم في عربية وتكاليف ومرفق الإسعاف لأنه برضو الناس معزورة في وزارة الصحة لأنه عندها التزامات أخرى ما فيه برضو حالات طوارئ في الشارع بتحتاج الإسعاف لما يبقاش كل ملعب أو كل مركز شباب أو كل استاذ هيستقبل مباراة الحكم يتأكد أو المرائب يتأكد قبل ما ينزل للملعب الأقضاء الطبية اللي موجودة فيها طبيب مختص بحالات طوارئ أعتقد أي نادي أو مركز شباب لو جاب دكتور لمدة الساعتين بتوع المباراة الأزمة محلولة وإذا اختضى الأمر اللي بقى أدى حاجة تانية أستدعي أنا الدكتور بعد ما أعمل إسعافات الأولية في المركز لأن أنت سأل تحط أمبوبة أكسجين وتحط كل الشتاب كل اللي أنت عايزه في ملعب في مركز طبي وإذا كان موجود وإذا كان موجود وإذا كان موجود حتى على مستوى العضوية كان موجود على حمامات السباحة وفي الجادي موجود وكان موجود في الإستاذ وكل الملعب وده الحل بقى لأن لما توجد في الصلاة وفي الإستاذات وفي كده أنت غطيت كل الألعاب وما فيش مانع أن يبقى فيه ألف جنيه تطلع للدكتور المناوب أو الطاقم المناوب بالضبط أنت سهل جدا أول حاجة في مواجهة السقوط المفاجئ لابد من تدريب الكل على الإسعافات الأولية تدريب كل العناصر اللي في الملعب حتى اللعيبة لأنه ممكن واحد يقع فجأة لابد أنك أنت اللاعب زميله اللي جنبه يبقى عارف يتصرف الزائد لا يا أستاذ بريم أنا أخطورة لا يعني التكدس من اللاعبين في ثانية في أطقم طبية تنزل بسرعة مش هتاخد عشر ثواني إذا احتاج الأمر نقل بدل ما تكلم على إسعاف ويطلع والمستشفى بعيد وقصو الطريق واقف وكل هدية إجراءات تعرض الحالة للخطر طب ما أنت جنبك في الملعب جنبه لابد أنت اللبس قوضة مجهزة ده الحال الوقعي إنك تنقله للمستشفى إنقله بقى للمستشفى بس على الأقل بعد الإسعافات الأولية والإفاقة فأعتقد ده حل سريع هنا مسئولية المؤسسات الرياضية بدءا من نظرة الشباب للاتحادات المختلفة وقرة القادم تحديدا إنها الملعب لازم تجهز كده والملعب اللي مش مجهزة كده ما تلعبش عليه أيوة ملعب لمركز الشباب سهل جدا القوضة اللي جنب قط اللبس تبقى مخصصة للغرفة الطبية لأن انت برضو ما بتتكلمش على على اللعبة بس ما في حالات الجمهور نتيجة الازدحام والتكدس حد بيقع فعلى الأل حد يعرف ينزله على طول قط العيادة انت عارف الحل ده ممكن لو تعمم هيساهم في خدمة المواطن العادي مركز شباب لو فيه المركز ده موجود واحد مواطن عادي جراله حاجة شباب بيلعبوا كورة في شكل ويدي يعني مش ضروري ما تشاط ده مهم جدا والوزارة تقدر تعمل ده أتمنى إنه الحل العملي لكل الألعاب عشان يواجه المسألة إنه خدوا بالك الكل بيتكلم على كرة القدم والكل بيتكلم على الدورة الممتاز أنديت الغلابة ما عندهمش الناس كتيرة اشتاكت قالك هنجيب منين ندفع فلوس للإسعاف لا خلاص ساعدوا على إنه يجهز قوضة فيها شزلونج طبي وفيها أنبوبة أكسجين وفيها جهاز إنعاش يبقى ده موجود عهدة في النادي على الأقل هيخدم كل الألعاب هيخدم الأعضاء والشباب اللي بيلعبوا وانت ضمنت هتخفف شوية حدة المشكلة ونبعد بقى عن فكرة عربيت نقل الموتة أو عربيات الإسعاف والعربية ما جاتش والحجز والضغط على مرفق الإسعاف أتمنى أنه ده حل عملي يلقى سرعة التنفيذ إن شاء الله خاصة أنه موجود في الاشتراطات بتاعة ربطة الأندية ده فيما يخص أزمة الإسعاف اللي فجرتها الكرة النسائية واللي أعتقد هتتكرر كتير للأسف السلادي لكن ربنا يحفظ الجميع والتاني والتالت ورابع التدريب على الإسعافات الأولية وتأهيل الكوادر الطبية لمواجهة المشاكل ينقذ أرواح ناس كتيرة خاصة في الغلابة اللي انتوا شفتوهم في الأقليم ورح ضحيتهم محمد شوقي عليه رحمة الله ترجمة نانسي قنقر